موسيقى صفحات كتاب أو كل واحد يومه ما بيتذبتش اللي لما يقرأ الجورنال الصبح وقبل ظهور السوشل ميديا كانت الجرائد هي الوسيلة الوحيدة اللي بنقدر من خلالها إن احنا نتابع أخبار نجومنا اللي بنحبهم ونحب أعمالهم ودايماً متابعينهم عرفنا أخبار كتير عن حياتهم وعن أفرحهم وعن أحزنهم وعن رحلتهم في الفن والحياة كانت بتنسلهم إيه بشكل عام النهاردة هنعيش شوية مع أرشيف الصحف ونرجع لأخبار وتحقيقات عد عليها سنين واسنين وده من خلال كتاب ريحة الورق أقلام وأقدار ومعارك للكاتب والأستاذ محمد جلال فراج واللي بيتناول فيه حياة كتير جداً من نجومنا الكبار الحقيقة هو مستمد معلوماته من أرشيف الصحافة المصرية وريحة الورق هي سلسلة موضوعات بدأها الكاتب محمد فراج من خلال صفحات جريدة الدستور وجمعها بعد كده في كتاب ومن وجهة نظري أن الكتاب ده تأكيد على أهمية الصحافة الورقية وأنه مهما كانت السوشيال ميديا مهمة في حياتنا دلوقتي إنما مش ممكن أبداً نلغي أهمية الصحافة الورقية وقبل ما نتقابل طبعاً مع الكاتب والأستاذ محمد فراج اللي هيكون ضيفنا النهاردة في الستوديو معانا دلوقتي خلال أبليكيشن زوم صناعة المحتوى الأستاذ إيمان يحيى اللي هنتكلم معاها عن أهمية الكتابة في حياة النجوم والمشاهير وتوثيقة صيرتهم وهترشح لنا كم من أهم الكتب الصيرة الزاتية اللي اتكتبت الفترة اللي فاتت أهلاً بحضرتك أستاذ إيمان أهلاً بيكي أهلاً بيكي بنورانا من خلال أبليكيشن زوم شكراً جداً الحقيقة أنه السيرة الزاتية يعني بتهم ناس كتيرة جداً وحياة المشاهير والنجوم كمان بتهم ناس كتيرة جداً كلميني شوية عن أشهر الكتب اللي اتكتبت عن السيرة الزاتية وحياة المشاهير والنجوم أنا بس كنت عايزة أقول في الأول أنه توصيق حياة المشاهير والنجوم هي حاجة مهمة ولكن فيه جزء كبير من الناس مش بيدركه أهمية ده لأن حياة النجم أو حياة الشخص المشهور هي في الغالب تتلامس مع حيوات أخرى يعني دايماً بيكون هو لي علاقة بحياة أشخاص آخرين مؤثرين في المجتمع أو في المجتمع السياسي في المجتمع الأدبي فأنا من خلال حياة الشخص المشهور بقدر أتعرف على كتير من الأسرار وبقدر أتعرف على حيوات أشخاص آخرين أو حاجات حصلت في المجتمع في عصر معين أو في زمن معين فاللي بيميز حياتهم أن صفة الشهرة أو صفة التأثير هي جزء أساسي من شغلهم أو جزء أساسي من عملهم ربما أكون أنا شخص ناجح جداً ولكن الصفاتين دول مش متوفرين في شغلي أو في طبيعة عملي فهنا بيكون توصيق حياة الشخص المشهور مش لمجرد أن أنا أعرض أو كان بيحب إيه وبيكره إيه الموضوع بيكون أعمق من كده بكتير صح فطبعاً في كتب سيرة ذاتية كتير جداً ويعني الكتب دي بتتناول كصة الكفاح اللي عاشها لشخص المشهور آياً كان بقى مشهور في إيه يعني مثلاً على سبيل المثال في الفن فيه من أمتع كتب السيرة الذاتية شارل شابلين دي السيرة الذاتية غنية جداً ممتعة جداً لأن شابلين هو كان ليه الفضل أصلاً في وجود ما يعرف بالنجومية وجود ما يعرف بأن يبقى فيه اسم معين الناس بتدخل الفيلم مخصوص لأنه هو موجود ده ما كانش موجود قبل وجود شارل شابلين كان الممثلين إلى حد ما مش ديهم الصفة بتاعة النجم إن أنا جاي أحضر الفيلم عشان عايز أشوف النجم ده بعينه فيه كمان سير ذاتية في مجالات أخرى يعني مهمة جداً في السياسة مثلاً وفي الكفاح والمضال زي تشيبارا ومندلة وفيه كمان هتلر كفاحي وفيه عندنا رئيس أنور السادات بتاع البحث عن الزيت كل دي كتب مهمة جداً لأن من خلالها بنقدر نعرف أسرارهم وأسرار الناس اللي كانوا في حياتهم طبعاً وحكاياتهم وتفاصيلهم والمراحل اللي مروا بيها والزعوبات اللي واجهوها يعني النجم أو الإنسان المشهور ده فيه في تفاصيل حياته دروس كتير جداً تهمنا على المستوى الإنساني مش بس عن تفاصيله كإنسان أو كواحد مشهور بالضبط كتب السير الزيتية هي مش دايماً بتتناول أبداً التفاصيل الشخصية اللي ممكن تكون متهمش كتير من الناس هي بتتناول موضوعات أعمق من كده بكتير واحد من الكتب اللي تكلمت عنها كتير مؤخراً كان كتاب اسمه A Promise Land بتاع أوباما حتى اسم الكتاب نفسه هو ما اختارش إنه هو يتكلم عن نفسه كأوباما ولكن هو بيحكي عن حياته جوة البيت الأبيض وحياته ما قبل البيت الأبيض ونظرته للأمور إزاي اختلفت ونظرته للحياة إزاي اختلفت وهو مسؤول وهو رئيس دولة عظمى زي أمريكا ولما كان ديسة شخص عادي زي أي مواطن أمريكي فده كل مهم إن أنا أعرفه مذكرات جولد المئير واحدة من أهم السيرة الزاتية اللي يجب كرائتها لأنه أنا لازم أشوف الناس دي بتشوف نفسها إزاي بتعبر عن نفسها إزاي آه آه جميل طيب عايز أتكلم معيكي عن فكرة إنه السيرة الزاتية أو كتب السيرة الزاتية بشكل عام حقاً مبيعات كبيرة جداً الفترة اللي فاتت يعني إحنا رصدنا الحقيقة يمكن في البست سيلر كتير من الكتب اللي بنعرضها في البست سيلر عندنا بتبقى سيرة الزاتية فواضح إنه بجد سيرة الزاتية بتهم شخصيات كتير وبتهم قراء كتيرة جداً آه طبعاً لأنه دايماً الشخص اللي تحت الأضواء هو بيكون مسير لفضول الآخرين حياته عاملة إزاي إزاي بقى ناجح إزاي بقى مشهور إزاي قدر إنه هو يوصل للمكان دي هل الموضوع سهل ولا صعب طيب كان بيمر بقي في حياته بيتعامل مع مين في حياته آه يعني فيه واحد برضو من أهم كتب السيرة الزاتية آه بتاع ستيف جوبز ده كتاب مهم جداً أينشتاين ده كتاب مهم جداً آي لازم أعرف الناس دي كانت بتفكر إزاي إيه اللي خلاه مميز إيه اللي خلاه مشهور إيه اللي خلاه معروف طبعاً طب هل هو كانت ظروف حياته أفضل من ظروف حياتي ولا هو قدر يتغلب على صعاب معينة وقدر يتغلب على حاجات معينة عشان يقدر يوصل اللي هو هو وصل صحيح أنا بشكرك أستاذة إيمان يحيى على وجودك معنا النهاردة آآ من خلال أبليكيشنز ومنورتينا ومعنا دلوقتي إنهاوس هنروح نشوفه مع بعض الزكرياتنا الجميلة عن رمضان ومسلسلات رمضان اللي مش ممكن ننساها أبداً والمناسبة طبعاً لازم أعيد على حضراتكم وقولكم كل سنة وحضراتكم دايماً طيبين رمضان خلاص على الأبواب علشان كده قررنا النهاردة إننا نجهز في حلقة النهاردة إنهاوس عن الكاتب والسيناريست العظيم الأستاذ أسامة عن ورعوكاشا اللي كتب أحلى مسلسلات رمضان زي ليلة الحلمية وعرابسك وزيزينيا وغيرها وغيرها من الأعمال الجميلة تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول خلد اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدراما المصرية والعربية إنه الكاتب والسيناريست والروائي المصري الكبير أسامة أنور عكاشا الذي يعد فارساً من فرسان الدراما التلفزيونية صاغ أسامة أنور عكاشا بقلمه أروع وأهم المسلسلات التي عبرت عن واقع المجتمع المصري في فترات تاريخية متنوعة وتعلق الجمهور بشخصيات أعماله التي ظلت علقة في ذاكرة المصريين لسنوات طويلة كما أنه كان شديد العشق للإسكندرية فعشنا في شوارعها وحواريها في مسلسلات مثل زيزينيا وعفريت السيالة ارتبط شهر رمضان لسنوات طويلة باسم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشا وكان واحداً من أهم صناع البهجة خلال هذا الشهر الكريم رحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشا عن دنيانا في عام 2010 تاركاً إرثاً من الإبداع شاهداً على عبقريته وموهبته الفريدة يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر ما بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقة للكاتب توماس إيركسون ترجمة عمر فتحي ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري ويصف الكاتب أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض يحتل المركز الثاني كتاب لأ بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه ويتحدث عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه تأتي في المركز الثالث رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق حيث يأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحى من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي وجاء في المركز الرابع كتاب الدحيح موراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله والذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح واختتمت قائمة الأعلى مبيعا في المركز الخامس بكتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري ويتحدث فيه عن رحلته في الدنيا على مدار أربعين عاما والصراع المستمر بحثا عن السلام الداخلي ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا ومنورنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد جليل فراج واللي هنتكلم معاه عن كتاب وريحة الورق أقلام وأقدار ومعالك والحقيقة أنه واضح من العنوان أنه كتاب مميز زي ما قلت لحضراتكم في البداية ومختلف كتاب مكتوب بحب شديد للصحافة وإيمان كبير بأهميتها وتأثرها وعنوين مختلفة والحقيقة أنه العنوان دي إحنا قد إيه تأثرنا بيها وقد إيه بجد عنوين واضح أنه هم يعني عنوين حقيقي بتشد القارئ أهلاً بحضرتك أستاذ محمد أهلاً بيك أهلاً بيك واسمح لي بس أتكلم كده في البداية عن ريحة الورق ريحة الورق دي حقيقي الورق لريح وبجد اللي بيحب الورق وبيحب الجورنال وبيحب الكتب بيتأثر جداً بريحة الورق صحيح هو ريحة الورق بالنسبة لي هو معنى شخصي يعني لو أتكلم على ريحة الورق ككتاب يعني فهو بالنسبة لي هو مشروع شخصي مشروع توقيب بدأته بشكل غير مدروس تماماً يعني من الأول خالص أنا خريج إعلام كسب صحافة أنا كان عندي طول الوقت طبعاً أنا بشتغل في مهنة الصحافة فبحب أحتفظ بحب أصفح الجرايد القديمة بروح در الكتب عندي أرشيفي الشخصي اللي أنا بشتريه من أماكن معينة بحتفظ بي لكتاباتك والمراجع اللي بتحتاجها في كتاباتك الحقيقة في الأول ما كانتش المسألة بالشكل ده هو كان المسألة كانت شغف شخصي بس يعني أنا كان عندي هوية أن أنا مثلاً كل يوم قبل ما أنام بعد أجيب مجلة من اللي أنا بحتفظ بيهم فترة استينات وعد أقلب وشوف وأقرأ المسألة تطورت وبقت مشروعة وأنا كنت الحقيقة على الأكونت بتاعي الشخصي يعني كنت أحياناً بعمل بسطات متعلقة بالحاجات دي بقراءات أنا للفترات معينة للأشخاص معينين مروا على هذا الوطن يعني لحد ما جات فترة كورونا فبدأ المشروع يأخذ منحة أخر يعني مش مجرد لا بسطاته وبسطاته بتعمل تفاعل والناس بين الأصدقاء وبيخشوا علاقوا بتاع فبدأ الأصدقاء ينصحوني لا طب ما أنت لازم تعمل صفحة على الفيسبوك أو حاجة بتجمع الحاجات دي فالحقيقة فترة كورونا كان لها فضل علي لني زي ما كان لها فضل على الناس كتير يعني كان عملت وقت فراغ رهيب يعني أي فبدأت آه رحت عامل الصفحة في لحظة ما يعني أي فبدأت أعمل بقى بسطات وحاجات متعلقة بكراءاتنا اللي هي مختزنة بقالها سنين يعني الكلام ده مثلا في 2020 بدأت الصفحة تسمع وبدأت شوية شوية الناس بيجي لردودة في حال من الناس كتير جدا وفي الوسط وأسدزة في الوسط عجبك الموضوع وحبيته وحسيت أن أنت يعني محقق في نجاح بالزبط هو يعني هو في الأساس هو بيردي شغفي فجي بقى فكرة رد الفعل الإيجابي من الزملاء والأسدزة في الوسط بالإضافة الرد الفعل للناس العادية ده يعني خلى الشغف بقى ياخد منحنة آخر يعني المختلف اللي موجود في الكتاب الجديد اللي قدمته في الكتاب ريحة الورق أقلام وأخدار وأخدار يعني أولا طبعا العنوان جذاب جدا كلمني شيئا عن إيه الجديد اللي قدمته والله هي محاولات هو طبعا فيه إرهاصات وكتب رائعة للزملاء وأسدزة كلها أيما على الأرشيف الصحفي يقول الأرشيف الصحفي ده بحره واسع يعني حتى بحره دي كلمة قليلا محيطه واسع جدا ويحتمل أنه آلاف يخشوا ويغروفوا منه ويطلعوا كل واحدة هيطلع بحاجة جديدة يعني فأنا أنا تصوري عن المشروع اللي أنا بعمله يعني اللي هو كان بدايته وأكتب رائحة الورق هي مش مجرد أن أنا بنقل حاجة في أرشيف أرشيفية حصلت أو حوار أو تقرير أو تحقيق تعمل في فترة ما أو تنشر في جريدة أو مجلة ما على اعتباطها يعني ومجرد أعلق عليها أنا بحب أربط الحاجات ببعض يعني هتلاقي مثلا في موضعات أو فصول جوه الكتاب هي عبارة عن أو قائمة في الأساس على أشكال صحفية ما لهاش علاقة زمنية ببعض يعني هتلاقي حاجة مثلا في الستينات يقابلها حاجة في التسعينات لنفس الشخص وليكن مثلا عادي الإمام حبيت أعرف تطور الشخصية دي عن طريق حواراتها ستينات سبعينات تمانينات مين هو عمر الدياب؟ كتبت عن حاجات كتير حدثة كتبت عن حاجات كتير جدا يعني ذكرت مسامي كتير وذكرت مراحل كتير وذكرت أعمال كتير لو حابب نبتدي عن الجزئية بتاعت مين هو عمر الدياب ده وكتبت عن عمر الدياب مين هو عمر الدياب وإيه اللي عمله عمر الدياب وجي منين عمر الدياب وقصل لإيه عمر الدياب كلمني شوية عن عمر الدياب لأن احنا بتتكلم عن الغضب أه هو صحيح عمر الدياب يعني يستحق التوقف عنه طبعا طبعا هي الحقيقة برضو والأمانة هي القوة النعمة المصرية كل واحد فيما يستحق التوقف كتير جدا طبعا طبعا وده من حسن حظنا أنا دايما بقول أنا لو مش مصري بالضبط ما حصلولك في الوطن العربي في كل مجالات حتى مش فن بس يعني أنا دا أنا بقول لو أنا مش مصري دايما هبقى حسس بالحسن تجاه هذا الوطن يعني اللي بيضم بين جنباته كل هذا الكم من الأساطير والناس المؤثرة على مستوى العالم والوطن العربي لو احنا متكلم عن عمر الدياب رجوعا لسؤال حضرتك هو من هو عمر الدياب دا ما كانش سؤال أنا أو ما كانش تسؤلي أنا في الموضوع هو دا كان أول سؤال تسأله عمر الدياب سنة 82 لما كان لسه الشاب بورسعيدي جاي شافه هاني شنودة ونصح أنه هو يا ابني أنت كويس وموهوب وكان بيغني مع صحابه على الشات وفرقة صغيرة جدا وهاني شنودة نصحه زي ناس تانية انزل القاهرة القاهرة هي الأساس فده تقريبا تقريبا يعني كان أول حوار صحفي لي فالمحرر ساعتها سأله قاله من هو عمر الدياب عمر هذا الشاب اللي هو المفترض يعني ده أول تعامل بينه وبين الصحافة كان ممكن جدا يكون رده فيه ارتباك فيه ردود كليشيهات محلبة إن أنا فلان وتولدت في كذا لا هو عمر الدياب كان رده أنا رصدت فيه فكرة مشروعه اللي استمر بعد كده يعني هو حتى المحرر بيكمله السؤال بيقوله أنا بسألك من هو عمر الدياب عشان أعرف أعمالك وأغنيك وبتاعه وحاجات كده قاله لا أنا ما قدرش أقول لك من هو عمر الدياب أنا لسه بقول ببدأ وجمهور القاهرة ما يعرفنيش وأنا هستنى شغلي هو اللي يقول من هو عمر الدياب فده كان أول رد من شاب صغير جاي من بور سعيد بهذه السقة وهذه الكيفية أنا جيت بعدها مثلا ده 82 بعدها حوالي 12-13 سنة عمر الدياب بقى لما بقى عمر الدياب وقال هضبة اتعامل معه حوار في مجالة العرام العربي أستاذ ياسر الفخراني سألوا أسئلة لا طريقة رده ما تغيرتش يعني هو واحد مدرك هو عايزين من الأول يعني اختلف اتطفق مع عمر الدياب يعجبك ما يعجبكش ما فيش أي مشكلة يعني أنا ممكن على المستوى الشخصي مثلا يعني ما كنتش بحب أغاني عمر الدياب أو ما كنتش بحب تيمة صوته بس ما أقدرش أقول أني عمر الدياب ده مش مشروع فني كبير يعني وهو ولازم أي حد منصف يبقى معجب بعقلية عمر الدياب حتى يسري يسري الفخراني سأله سؤال مهم جدا قال له فيما يشبه الاتهام يعني قال له الناس بتتهمك أن أنت بتغني بقى لك مش بصوتك أن إمكانيات صوتك لا تستحق هذه المكانة لأن فيه ناس أحسن منك كتير وطبعا العهد ده طبعا نحن نتكلم فطاح العلي الحجار ومتحة صالح ومحمد الحلم طبعا لهم كتير برضو جدا وأصوات خرافية صحيح إمكانياتها الصوتية يعني بالنسبة لصوت عمر الدياب عمر ما خدش السؤال على أنه اتهام عمر تعامل مع السؤال بزكاة شديدة جدا زي تعامله مع السؤال الأول لي قبلها ب13 سنة قال له أنا شايف أني دي ميزة أن أنا أغني بعقلي شايف أني دي ميزة والمهم المعيار بالنسبة لي هو الجمهور مدام الجمهور حب طريقتي في المسرح في حركتي اللي هي ممكن تكون مش عاجبة بعض النقاط لكن الجمهور تفاعل معها وأنا دي بالنسبة لي ميزة فأنا كوني بغني بعقلي دي حاجة أنا باعتبارها حاجة تخصني يعني وده إن ده فبيدل على ذكاؤه يعني بغني معها لك دي مش اتهام فعلا هو حد زكي جدا وحد قدر أنه هو يتواصل مع كل الأجيال لحد النهاردة بالزبط من وقت ما ابتدى لحد 20-24 وهو بيتصدر القمة بالزبط في كل الأغاني اللي بيعملها اختلفنا اتفقنا هو نومبر وان وهو الأول في الغنى وده لأنه ناجم مش لأنه بس صوته حلو لأنه بيمتلك كل صفات الناجم مش شرطه أن يكون بس صوته حلو دي قصة تانية طيب ننقل بقى للزعيم الزعيم بقى الزعيم بقى وطبعا الزعيم بردو حدثك كذكرته في الفصل الأول بين السطور والفصل الأول كان فيه نجوم طبعا بس خلينا مش بقدر طبعا نذكر كل الأسماء ولكن لازم نقف عند زعيم الزعيم كمان مشوار خطير يعني هو عادل إمام أنا أنا حتى العنوان كنت بعانيه جدا يعني لما بقول ابتسم أنت فقد عشت عصر عهد الزعيم يعني ده حقيقي ده زع وصور ما شاء الله ربنا يدي له الصحة يا رب وطلط العمر وصور وصور عادل إمام مش عصر ربنا يدي له الصحة يا رب يا رب هو فكرة الفصل ده أنا سألت سؤال سؤال قلت يعني قوة مصر مصر النعمة طبعا قوة عظيمة بس أنا عشان أعرف قيمة عادي الإمام أجرب كده أشيل عادي الإمام من المعادلة أو أشيل عادي الإمام من المشهد فرضا أني عادي الإمام ده مش مصري أو ما كانش موجود في مشهد القوة النعمة المصري على مدار تاريخها هل كنت أتحس بنقص فطبعا الإجابة كان لازم تبقى لا طبعا هيبقى في فرق كبير جدا يعني عادي الإمام ما كانش مجرد نجم كبير حفر اسمه بالراحة لا عادي الإمام هو مشروع حتى رجعت المقال كتبه الأستاذ رجال نقاش وده يعني أستاذ النقد عبر التاريخ الفني يعني أستاذ يعني ده كان رئيس حريك كواكب هو كتب جملة معبرة جدا جدا يعني قال لو لم يجد المصريين عادي الإمام لختاروا عادي الإمام لأنهم في حاجة إلى عادي الإمام احتمال ما كناش نعرف نختار عادي الإمام يعني عادي الإمام ده حالة خاصة جدا 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 على جميع المستويات وزي محضرتك قلت ابتسم فقد عيشت عصر عادي الإمام يعني عادي الإمام تركيبة في منتهى الخطورة وفيه منتهى الجمال والحقيقة إنه إحنا لحد النهاردة عايشين في العصر ده حتى بعد ما هو يعني يمكن ما بيمثلش حاجات جديدة أو مش بنشوف له حاجات جديدة بس النهاردة اللي بيقلب فينا وبيشوف فيلم العادل الإمام بيوقف يعني هنقف تعظيم سلام العادل الإمام ده زعيم أضيف حاجة كمان على العادل الإمام الحقيقة لأنه كمان مش بس أفلامه يعني هو عادل الإمام أنا اعتبرته هو مشروع أسلوبه حتى أسلوبه طبعا طبعا بس أنا بتتعامل معك كمان أنه هو مشروع قومي رباني يعني بمعنى إيه أنه هو عادل الإمام في بداياته وهو أولا كان مدرك برضه قيمته زي عمرو دياب جدا يعني في بداياته طبعا في أول حوال هرم من أهرمات مصر يعني إحنا بنقول كده الأستاذ عادل الإمام ده علامة صحيح إحنا الأما الناس بتسافر برا مصر أم ده من عادل الإمام عادل الإمام مصر عادل الإمام يعني هو نفسه عادل الإمام في الخليج والوطن العربي وفي كل البلاد مصر عادل الإمام يعني ما بتسمع بعد كلمة مصر اسم عادل الإمام صحيح صحيح لا فهو كمان هو مدرك لدوره كفنان طبعا لأنه هو مثلا فنان زكي وفنان جميل أدوار وطنية عظيمة صحيح عظيمة يعني في سنة الثانية والثمانين لما كان الإرهاب علق شده يعني في مصر وكانت مثلا محافظة السيود دي كتلة من النار فهو كان فيه حدثة شهيرة جدا ليه لما كان بيعمل حوار مع الأستاذة عائشة صالح في المصور وهي بتقوله إيه رأيك في اللي بيحصل في السيود كان ساعتها حصل كان فيه فرقة صغيرة جدا جمعية مسرحية في السيود وبيحاول يعرضوا مسرحية في الجماعات التكفيرية ساعتها اللي كانت مساطرة على الجامعة دخلوا بالجنازير وبتاعه موته اتنين فكانت حدثة شهيرة جدا فعاد الإمام طلع منفعل جدا ولهم أنا مستعدة روح أعرض ساعتها كان بيعرض الواقس ساعت الشهرية صعب إنها تتحكي صعب إنها تتحكي وهو الموضوع كمان كان فيه مغمرة بحياته يعني هو لما حتى هو قعد مع الفرقة بتاعته وقال لهم اللي مش عايز يجي ما يجيش أنا مش هزعل من حد فأخذ الفرقة وراح أعرض ثلاثة أيام في أسيوت في هذه الفترة أنا مش عايز أقول لك الصحافة ساعتها احتفت بالموضوع ازاي مع إنه هو لما الأستاذ محمود ساعد كان صحفي مقرب منه ساعتها قال له انت فعلا رايح أسيوت قال له أرايح بس أنا مش عايزك تيجي لو هتيجي تعالك صديق أنا مش عايز الموضوع يبقى مجرد دعاية أنا مش بعمل دعاية لو أعمل حاجة أنا مؤمن بي لكن محمود ساعد طبعا الحس الصحفي طغى عنه فراح قال للأستاذ لويس جريس قال له إلحق ده عاد الإمام كذا 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 راح لويس جريس عمل كتيب الصحفيين وبعتهم على أسيوت غطوا الحدث فكانت تخطيبه منتهى الروعة يعني وأثبتت موقف الفنان اللي هو الفنان حقيقي بقى اللي هو مش مجرد أنا بعمل مسرحية بتضحك الناس والتاع وخلاص والدنيا تمام لأ لأ ده أنا ليه دور ولازم أقوم بيه عالم من أعلام الفن المصري على جميع المشتوات الحقيقة بنا يدينه الصحة الحمد لله أنا عادل إمام مصري يعني يعني عارفة وقت دايب حضرتك بتقول كده تخيل لك شن عادل إمام من المشهد هيبقى فيه نقص رهيب إزاي ما يبقاش عادل إمام موجود في المشهد ربنا يدينه الصحة وطولة العمر يا رب هنطلع للفاصل ونرجع نتكلم عن طاقة نور وطاقة نور هو طبعا الفنان والأستاذ نور الشريف ولكن بعد الفاصل لسا مكملين معاك وكلامنا وقبل الفاصل قلنا هنتكلم عن طاقة نور طبعا وحضرتك تكلمت عن العظيم الراحل الأستاذ نور الشريف نور الشريف برضو ده من عطايا ربنا المصري يعني نور الشريف أنا حتى سميته في الموضوع المثقف المثال لأنه هو ما كانش مجرد فنان هو كان مثقف من نوع فريد يعني كان قارئ نهم جدا عنده اطلاع بكل أضايا وطنه يعني يمكن ده بين للأسف وده وده شيء محزن يعني في مكتبة نور الشريف وأوراقه اللي كتير منها تبعثر يعني بعد وفاته للأسف الشديد يعني وفي جزء الأسرة طبعا تبرعت به لمكتبة اسكندرية وفي جزء للأسف ويع في يد تجار التاريخ يعني وبدأ يتبعف على صفحات الفيسبوك والحاجات دي بس ده كان دلالة واضحة على قراءة نور نفسها وكان راجل مثقف جدا ما كانش بيعتبر نفسه اللي هو مجرد ممثل لا هو كان لي دور برضو قومي جدا وحتى أنا اتعملت مع يعني علاقته بالصحافة بنشد وجذب لأن نور برضو كان لي موقف مع الصحافة أيام فيلم ناجل علي كان فيه مشكلة ما كده لكن نور تعامل بمنتهى العقل بما يليق يعني بمثقف كبير وما خدش موقف من الصحافة فنان مثقف جدا فنان كبير فنان كبير ربنا يرحمه ربنا يرحمه كان إضافة طبعا إضافة برضو اللقوة مصر النعمة واكتشافه لنجوم كتير ومسندته لمواهب كتير ومخرجين ونجوم وفنانين وكتاب هي أن الفنان نور الشريف فنان عظيم صحيح هي أهمية الناس دي أنها كانت وعية بدورها أيوة هيو مش يعني مش فنان مشهور بس أو مش ناجم بس لا هو صحيح وعية لدورها حقيقي إنه الناجم ده عليه مسؤولية كبيرة جدا 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 هو الجيل ده جيل عادي الإمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وإلا الناس دي كانت مدركة جدا لأهمية دورها في المجتمع صحيح وكان بتعامل على الأساس ده طول الوقت عايز أتكلم عن حد ذكرته كمان طبعا كل الاحترام والتقدير للفنان الكبير أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه الله يرحمه طبعا يعني ده برضو عالم من الأعلام السينيمائية والفنية المصرية اللي ملهاش شبيه أبدا الساحر يعني صحيح ما نقدرش نعدي كده الاسم يعني ما نقدرش حدرتك تقول محمود عبد العزيز وعدي الاسم صحيح كده عادي وطبعا عنده النهاردة ابنه بقى حبيبه أكيد كريم كريم ومحمد من النجوم طبعا آه كريم ومحمد طبعا بس طبعا كمان كريم يمكن من أكتر النجوم اللي متأثرين بي أكتر صحيح يعني نجومية طبعا إن شاء الله تكون نفس طريقه طبعا 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 ومحمد طبعا منتج كبير جدا ونجاحات كبيرة جدا في مجاله برضو وفاق الإنتاج وفي التمثيل طبعا بس يمكن كريم واخد سكة تانية شبه بابوش شوية من خلقة الدم من حاجات كتير لا ومتربين كويس كمان طبعا طبعا أخلاق أخلاق طبعا أكيد صحيح طيب عايز أتكلم شوية عن محمود الجندي وحضرتك ذكرت الحقيقة الفنان محمود الجندي على الرغم إن يمكن فنان محمود الجندي ما كانش من الأبطال ولكنه علامة مميزة في أي عمل شارك فيه بشخصيته بأسلوبه بطريقته بحضوره بالكاريكترز اللي كان بيقدمها الحقيقة الفنان محمود الجندي علامة من العلامات كمان اللي حضرتك ذكرتها هو محمود الجندي هو أنا الحقيقة العنوان اللي أنا كنت أعمله في الفصل يعني هو محمود الجندي يعني أنا هو محمود الجندي أنا كنت أسميه محمود الجندي لأنه طبعا هو محمود الجندي كان ضابط في الجيش المصري في فترة من 67 إلى 74 تقريبا وكمان حتى من عظمة هذا الرجل يعني هو ما كانش بيتجر بدا كتير يعني كلنا عارفين دوره وكان ليه دور مشرف يعني في الفترة دي دي أي حد شارك في الجيش المصري فده وسام على صدره لكن هو ما تجرش بدا كتير أنا تعملت مع محمود الجندي اللي هو محمود الجندي فعلا اللي هو كان متأثر بالمرحلة دي في حياته حتى في أعماله يعني أنا اتناولت تلت شخصيات هو مثلهم لاحظت التأثر الواضح في فترة العسكرية اللي هو عاشها خلال الترى الشخصيات دي هو طبعا هو محمود الجندي من برضو من أكتر الفنانين ثراءا يعني في الشخصيات وزي ما حدك قلتي هو من ممكن نقدر نعتبرهم من مظاليم الفن يعني هو محمود كمان الشهرة جاتل متأخر جدا يعني هو محمود الجندي يعتبر يعني جيل مقارب جدا لجيل زعيم عادل الإمام ونورشيف بعدهم بشوية صغيرة بس ما خدش حقه قوي لأنه هو قعد حوالي سبع ثمان سنين في الجيش وبعد كده مما طلع بدأ يدور سنة سنة يخش في المسارح سنة سنة لحد ما بدأ ياخد أدوار تسمع لكن أنا شايف أن محمود الجندي كان استحق أنه هو يبقى بطولة يعني هو يبقى بطل يعني من طبعا فنان متميز جدا فنان من نوع خاص وقدر يعمل أي دور وبرده كان عنده دور اجتماعي مهم جدا ومدرك فكرة الإدراك الفنان بدوره دي أنا أعتقد أنها سمة مميزة لأغلب الممولون في كتاب ريحة الورق كمان يعني اللي أنا أصدك تبعنهم يعني متكلمت عن شخصية أنا عن مستوى شخصي بموت فيها الفنانة سنة جميل التمسيح حالا آه يا حوالي يعني عملت دور المعلمة بست في منطع القوة مثلته بطريقة عبقرية وسنة جميل كلنا نعلم جيدا هي قد إيه ست الشيك وقد إيه فنانة جميل تأليم فرنساوي آه فنانة فنانة يعني جد مختلفة كانت فضل معداوي يعني علامة من علامات الدراما المصرية هو فضل معداوي دي دي شخصية يعني هو سبحان الله يعني تحس أني وسامة أنا وركات شعوب يكتبها هو كان يكتبها لسنة جميل سبحان الله ما كانش يمكن في حد يعملها جدا يعني حتى في الكاستنج بتاع المسلسل ده كانت محسومة طول الوقت فضل معداوي سنة جميل يمكن بقيت الشخصيات كان فيه كلام يعني الدكتور مفيدة بالغار اللي هو جميل راتب ما كانش الأول مفيدة بالغار كان الأول محمود مرسي وبعد كده حد تاني وبعد كده جميل راتب كان اختيار ثالث وعمله طبعا بعظمة رهيبة يعني بس هو فضل معداوي هي كانت سنة جميل كان فيه إجماع من كل مبدئة هذا العمل على رسوم طبعا الأستاذ وصامة أنا وروكاش يا ربنا أرحمه يعني طبعا على سنة جميل فسنة جميل قدرت بقى عظمة سنة جميل إنها قدرت زي ما أنا قلت في الموضوع إنها تحول دور فضل معداوي ده لترند التسعينات مش ممكن ده ترند فعلا ده ترند التسعينات حقيقي أنا عايز أقول لحضرتك إنه هو فعلا كان ترند بكل ما يحمله الكلمة الترند دلوقتي لأنه هو ساعتها ما كانش فيه حد ما بيتكلمش عن فضل معداوي لدرجة إنه كان فيه حوار ما كانش حد بيقول جملتها الشهيرة أو الجمل الشهيرة بتاعتها آه ده حتى ده بعدين لكن هو أثناء المسلسل ما بيتعرض كانت فضل كانت سيدة سنة جميل ما راحت صحفية تعال معها حوار ما كانتش عارفة تتكلم معها من كتر كان طبعا ما كانش فيه موبايلات ما كانش فيه حاجة فكان التليفون الأرضي للفنانين غالبا بيبقى معروف للناس يعني فكان كل الناس بيكلموها وناس مش صحفين ولا حاجة بس بيكلموها ويكلموها عن فضل معداوي وتوقت ترغي معاهم واضطرت علشان تكمل حوار الصحفي إنها تشيل فشة التليفون فهو كان ترند كان كل مصر بتتكلم عليه صح من ضمن كمان الدلائل لأنه كان فيه مشهد في المسلسل ظهر رقم وراء سناء جميل اللي هو رقم الوكالة اللي هي كانت وكالة السمك اللي هي كانت شغالة فيها فطلع رقم حقيقي بتاع شخصية حقيقية عادية جدا عادة في اسكندرية فالناس كلها أخذت الرقم ده وبدأت التارت غير رقمها من كتر ما في الحياة على الرقم ده إنه أكيد ده رقم فضل معداوي فهو كان ترند بكل معنى الكلمة يعني طبعا طبعا وده فضل طبعا سناء جميل ربنا يرحمه ربنا يرحمه يا رب عايز تكلم عن كل حاجة أنت كتبتها في الكتاب الحقيقي وكلها فيها نستالجية يعني رهيبة ما نقدرش نعديها عايز تكلم عن لالي الحلمية لالي الحلمية وهنقول تاني الفنان والأستاذ والكاتب والسيناريست الأستاذ أسامة أنوار عكاشة يعني فضل معداوي يقولنا أسامة أنوار عكاشة لالي الحلمية هنقول أسامة أنوار عكاشة لالي الحلمية ما قدرش أعديها برد لالي الحلمية أنا في الكتاب ده طبعا لالي الحلمية بالنسبة لي هي منحمة الملاحم يعني البرامية ونفسي يبقى اللي هي مشروع مستقبلي أكتب عن العائلة الحلمية بس كملحمة في تاريخ الدرامة المصرية أنا في الكتاب كاتب عن ثلاث شخصيات في العائلة الحلمية فيه فصل عن شخصيتين هما زينهم وسماسم زينهم الدكتور سيد عبد الكريم وسماسم اللي هي الفنانة العظيمة سوري المرشدي وفيه فصل تاني لوحده عن وصيفة بقى اللي هي إنعام سلوسة زينهم طبعا هي عظمة أسامة نوروكاشة لما احنا بنتكلم من ناحية الكاتب وعظمة أسامة نوروكاشة هو القدرة على تخليق الشخصيات بهذه الدقة الرهيبة يعني وعظمة بقى الفنانين اللي تم اختيارهم اللي هو زي الدكتور سيد عبد الكريم هذا العملاق اللي هو للأسف ما حدش ربع حقه وسير المرشدي ازاي قدروا يعملوا الشخصيتين دول بهذه الكفاءة والتفاصيل اللي هو كاتبها وصمع نوروكاشة يعني زينهم السماحي تحول هو تماهى مع شخصيت دكتور سيد عبد الكريم بالرغم من انه هو ليه ادوار كتيرة وليه شخصيات كتيرة وافلام ومسلسلات وكل حاجة بس هو تحول في الشارع انواة زينهم السماح هو كان مفخور بدا يعني عظمة المسلسل انه هو حتى ما كانش مداء من ده لما هو لحد ما مات كانوا الناس لما بيشوفوه في الشارع بيفكروه بزينهم السماح فيمكن دي عظمة الهل الحلمية بنفسك كيفية مثلا سيدة نعم سلوسة نعم سلوسة دي للأسف الشديد يعني هي ما لهاش ظهور صحفي خالص ان هي ما بتعترفش قوي بانها على هذه العظمة يعني ان لها ظهور هي بتعتبر انها بعمل شغلي وخلاص وفي شخص ما اعمل حوارات صحفية لذلك انا ما كنتش لقيلها حاجة خالص يعني غير حاجة في الستينات قديمة اللي انا بنيت عليها الموضوع يعني لكن هي بعد كده مثلا ما كانتش بتعمل حوارات خالص صحفية كيش تعمل مع صحفين الا فيما نظر يعني بالزبط فهي إنعام سلوسة الحقيقة لما شافت الموضوع كمان انا اتكلمت معاها وقلت لها انتي ما بتحبش الصحفين بس احنا بنحبك يعني فهنعملك ايه مش عارفين ما نحبك ايش حاولت طبعا اتكلم معاها اجرها لحوار او حاجة لكن هي كان عندها رفض تام يعني لانها شايفة انها بتعمل شغلها بس زي ما اي حد بيعمل شغله زي ما المهندس بيعمل شغله زي ما الدكتور بيعمل شغله فلا تحتاج كل هذا الاحتفاء معاني هي طبعا تحتاج احتفاق طول الوقت انا طبعا عندي تفاصيل كتير قوي في كتاب ليس عايز اتكلم عنها بس لأسف وقت مش هيسمح عايز اتكلم عن شخصيات كتير عايز اتكلم عن اعمال كتير عايز اتكلم عن عصر كامل اتكلمت عنه في كتابك بس انا سعيدة جدا بالقاقك وسعيدة جدا بالحالة انا دايما بحب الحاجات دي وما فيش حد فينا ما بيتبسطش لما بيتكلم عنها النستالجيا والاوقات الحلوة اللي قدناها قدام التليفيزيون واحنا بنتفرج على النجوم الكبار اللي بنتكلم عنه مرسي نورك شكرا جزيلا مرسي وشكرك على وجودك طبعا باشكر ديفي اللي نورنا الكاتب الصحفي لأستاذ محمد جلال فراج اتكلمنا عن تفاصيل كتير جدا في الدراما المصرية وفي الفن المصري اتكلمنا عن اعلام من العلامات المهمة اللي موجودة في فننا المصري بشكل عام اذا كان غنى اذا كان كتابة اذا كان تمثيل اذا كان اخراج تفاصيل كتير قوي الفن المصري فن ثري وفن قوي وفن حقيقي ليه الريادة بشكل كبير جدا وطبعا نجومنا مش محتاجين نتكلم عنهم لان احنا نجومنا مشرفيننا في كل مكان ومشرفيننا في بلدنا بشكركم على حسن المتابعة وكان معاكم رانياس اي شكرا شكرا